في دراسة الحقيقة وإحنا بنتكلم على الأكل وبنتكلم على الخضار والفكهة يمكن حقيقة لما طروح تشتري تفاح خصوصا في التفاح تلاقي صمرت التفاح في بعض الأحيان كده تبص تلاقيها بتلمع قوي كلها هتنا بفاكر الفكهان يعني جايب الفوطل اللي مساكها دي وعمال يمسح في التفاح ويلمع فيه وخلاص يعني ولكن المفاجأة بقى اللي كانت أشارت إليها بعض الدراسات المتعلقة بسلامة الغذاء إن قد يكون اللمعة دي اللي موجودة على البرتقان أو الموجودة على التفاح هي عبارة عن مواد شمعية طبقة شمعية من الشمع بيلجأ ليها بعض التجار في الفكهة أو في الخضار أو خصوصا في الفكهة يعني عشان يدهنوا بيها أو يعني يعني تبقى موجودة على الصمرة بتاعت الفكهة أو البرتقان أو المستفان دي أو خلافه عشان تندي حضرتك الشكل بتاعها إنها طازة إنها فريش إنها بتلمع فتقبل عليها الشيء الخطير في الأمر إن هذه المادة الشمعية بعض الدراسات بتقول للأسف إن هي مادة مصرطنة حافظكم الله جميعا يعني من كل شر بتسبب سرطان الكبد والكلة قد تؤدي برضو يعني قبل السرطان بتؤدي إلى تلايف الكبد والكلة وطبعا الحساسية الشديدة اللي ممكن تؤدي بيها أو أنها تسببها للي بياكل هذه الصمرة اللي موضوع عليها الشمع نعرف حقيقة دائية أو خطور الدائية من أساس دكتور جمال عبدربو عميد كلية الزراع بجامعة الأزهر دكتور جمال مساء الخير يا فند مساء الخير يا فند مساء الخير يا عمربي بحضرتك وبوصرة البرنامج ومنوريني فند الله يسلم شكرا جدا حقيقة بعض الناس أمثالي يعني ممكن ينخدعوا بالتفاحة المشمعة دي اللي بتلمع بطبرو إنها طازة فينزع على طول يشتريها ويقول دي أحلى حاجة ولكن الأرنا وعرفنا إنها قد يكون الشمع دا مصرطن طيب اسمح لي بس هوضح حاجة سريعة أنا الحياة ما بحبش يعني أخوف الناس نحن بنوعه الأمر بتاع التشميع تمام تمام فند الأمر بتاع التشميع هو أمر متداول بالنسبة ل إحنا حتى بندرسه في كورس اسمه يعني تخزين أو إعداد وتداول وتخزين الحاصلات المستانية تحديدا أن القدر وفاكها يعني بالزاد والتشميع هو أحد العمليات اللي بتم إجراءها على المحاصيل اللي هي بتبقى معدة للتصدير بغرض بغرض إن أنا أطيل زي ما حضرتك قلت من عمر الثمار وأيضا أخلي الشكل العام للثمرة مقبولة لكن المادة والتركيز بتاع الشمع اللي بمستخدم ده له أساس علمي يعني زي وزي أي مادة كيميائية أخرى إذا زاد التركيز عن حد معين يتحول إلى شكل من أشكال أنه ممكن إحداث مشاكل صحي لكن الحقيقة إحنا دايما بقول هو أي مرض لا قدر الله وأنا طبعا مش طبيب أوي يعني لكن بنقول بيحصل إمتى المرض والتأثير الممرض لما بيحصل أكوميليشن بيحصل تراكم لي المادة دي يعني أنا أنا حاخد النهار ده مثلا تفحية وبعدين كمان يومين ثلاثة تفحية أخرى كمان أسبوع كمان ثلاثة كمان أربعة الجسم بيقعد من عضو التخزين فين بالضبط الفلترة دي عندنا في الكابل تحديدا فلما بيصل التركيز إلى الدرجة أو الجرعة اللي هي ممكن تحدث المرض بيبدأ حدوث هذا لكن إحنا بنقول بشكل عام لو أنا دلوقتي كمواطن طبيعي عندي إنت حضرك ضربت المثال بالتفاح على سبيل المثال التفاح هو الحاجة اللي أنا ممكن أقلق منها سنة وخاصة لو أنا بشتري من بائع جائل معلش يعني من البائع الجائلين أو عند الفكهاني وعشان كده التوصية بتاعاتنا هتبقى بتقول ما أنا حاول لحضرتك لا تمام الفكهاني الحقيقة يفترض أنه المحل اللي ده بيبقى مرخص وبالتالي بيمر عليه حد من التموين أو حد من الصحة أو حد من الزراعة دول كلهم الهيئات اللي هي بتمر على كل المحلات دي بشكلة أو بآخر بيتم المرور عليها أو هو مقدرش ده هو الخطورة في إيه في بعض الباع الجائلين أو البعض بيستخدم بعض الصبغات بعض الصبغات أو اللي احنا بنقول عليها الملمعات اللي أنا ممكن أستخدمها عشان خاطر أحلي زي ما بقولوا كده الثمرة في عين المستهلك طيب أنا أعمل إيه في كل الحالات مثلا أنا بتكلم أنا لو الفكهة دي من الفكهة التي تقشر يعني زي الموالح البرتقان واليوسفي والواوا وكل الموالح خلاص دي أنا بشيل القشرة ما بقاش عندي مشاكل بالنسبة لها لكن المشكلة بتبقى في الثمار التي تؤكل مباشرة كلها زي ما بقولوا الإكسوكارب بتاعها حتى لو الغلاف الخارجي بتاعها زي التفاح طيب أعمل إيه أنا في الحالة زي القصة بتاعتي التشميع لو تشميع عادي زي ما في محطات التداول ده أحد العمليات زي ما نقولت اللي بتتم وبتم بعد ما بأغسل السمرة وبطهرها وبعدين بجففها ثم تاخد دش من الشمع ده بتركيز معين نحنا بنقول ده من التركيزات بتاع الشمع تبقى من 3 من 100 إلى 3 من 10 في المائة تركيز بي بي ام بي بي بارت مليون يعني جزء في المليون جزء يعني حاجة لا تذكر خالص وبالتالي هي بتتعامل طبقا لقواعد عالمية متفقة عليها ما بتتمش جده لكن العشوائية أو الخطورة امتى لم يبقى واحد بيستخدم هذه المادة بمثلا بخاخة أو بتاعه هو بيعمل هذا الكلام بنفسه بتبقى هنا الخطور طيب اعمل ايه برضو الشموع بالتالي عشان خاطر اقدر ازويبها انا بيستخدم مية دافية يعني درجة حرارتها 45 إلى 50 درجة مقوية او اسهل حاجة ان انا اشهر مثل هذه التفاحة اللي انا يعني انا اجيب المقشار المقشار كده هو بيغسل التفاحة انا اسف جدا لمقاطعة سيادتك يقول الحراج ايه تلاقيها انا اسف مشمعة في ايده او مدهننة في ايده يعني كأن فعلا عليها اثار شمع يعني وده الناس كتير عليها طبق الشمع ايوة في الحالة دي تبقى تتقشر افضل بالذات انا حاولها بس لحضرتك حاجة معظم الثمار ان لم يكن كلها الحقيقة ببقى اساسا بتنتج طبقة شمعية طبيعية دي لحمايتها اساسا من الامراض الفطرية وخلافه حتى لما بيجي هو يعمل عملية الشمع فبيعمل الاول عملية زي ازالة للطبقة الشمعية الطبيعية دي وبعدين اللي هو بتروح مع عملية الغسيل ومع عملية التطهير اللي بتتم في محطات التداول ثم بعد ذلك بتتم اعطاء دش من الشمع اللي هو السائل تماما اللي هو بتعمل فيلم من فيلم زي ما قلت لحضرتها كده بالتركيز ضعيف جدا بس يتوزع على السمرة فانا بقول لو السمار هي تقشر خلاص ما عنديش مشكلة لكن السمار اللي تتوك مش بس التفاح أنا ممكن يبقى عندي حاجة زي كوسة مثلا حاجة زي الخيار جدلا يعني ممكن وارد برضو ان يتم حاجة زي كده وانه بعض الناس لا تلتزم بمعايير وبالتالي انا اسهل حاجة عندي ان انا شوية مية وان انا امسح فقط حتى طبقة الشمعية دي بتبقى طبقة بسيطة يسهل ان ازالتها شوية مية دافية يعني درجة حراريتها 45 ل 50 درجة موية وبالتالي لو انا عندي طبقة الشمعية فانا هعمل ازالة لهذه الطبقة لكن الخطورة بتيجي امتى زي ما انا بقول بقول لو انا عندي مزارع اولا اللي عنده محل ومرخص بيخاف على صمعاته وبيخاف من مرور اي تفتيش لكن اللي واقف في الشارع ده انت حضرتك اشتريت من هنا بعد اخر النهار هتلاقي في حتة تانية في الشارع يعني اتحرك كيل ولا بتاع انت هتقدر تسيطر عليه هي دي الاشكالية عشان كده انا بقول وزي ما حضرتك قلت برضو حتى انا ما كنت بتكلم على حماية المستهلك والرقم احنا بتكلم في منظومة كاملة المواطن له الدور الاساسي في حماية نفسه يعني لازم هو يكون ايجابي لما انا يعني اشوف اي حاجة او انا بكلم احنا كلنا بنشتري برضو هقول من الباع الجائري ولكن نكون حذرين لكن لما تبقى الحاجة ملفتة للنظر جدا يبقى شكلها مريب شكلها مريب الفراولة حمرة بتبرق جدا يعني حاجة لما تبقى زايدة عن اللزوم بالزبط صح وحضرتك قلت على الحتة زي دي المياه الدبية والمياه السخنة دي مع الخضار مع الفاكي خصوصاً الحاجات المناطية مواد شمعية صحيح نعم انا متشكر جداً جداً بس انا مش هقدر طبعاً اعمل حاجة زي كده فضل فضل فقط لا 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 تحت انا مش هقدر مثلاً حاجة زي كده عملها بالنسبة للفراولة لان دي من ضمن الحاجات اللي هي سريعة التلف جداً واللي هي نسبة رطوبة عالية جداً جداً فيها مقدرش احطها في مياه عشان ازيل مثلاً كذا لكن بيباني على الثمرة نفسها اذا كان فيه دكانة في اللون جامد يبقى بالتالي انا مش هقدر يعني استبعد مثل هذه الامور يعني دايماً اشتري الحاجة اللي هي الطبيعية اللي موجودة عندي تمامي فان شكراً جزيلاً سيد دكتور جمال عبد الرب وعمير كلية الزراعة جامعة الازهر والخط الساخر تساعتاشر طبعاً الشكاوى الخاصة بجهاز حميرات المستالج تساعتاشر خمسمية تمانية وتمانين وموجود على الشاشة برضو قدام حضراتكم فكرة الايجابية فكرة الايجابية فكرة الايجابية